في موضوع آخر تكبد عدد من الفلاحين بجماعة ولدغانا بالجديدة خسائر كبيرة بسبب تلف محاصيلهم من الطماطم ومن بعض أنواع الخضر بسبب ما يعرف بمرض الميليديو تفاصيل أوفا في روبرتاج سمية الدهيني حمراء الوجنتين اعتدن على رؤيتها في الحقول خضراء اللون ثم تحمر تدريجيا الآن ذبلت أغصانها وتغير لونها فماتت بسبب مرض فطري يسمى الميليديو أصاب حقول جماعة ولدغانا بإقليم الجديدة هذه المشكلة في أواخر شهر مارس وهذا الميليديو كان السبب هو الضباب والتقلبات المناخية الفلاحة قاعدة عولو منطقة ولدغانا المرض ينتشر بسرعة ولمقاومته يجب استعمال المبيدات الفطرية المدادة للميليديو لكن هذه الأدوية غير متوفرة بالشكل المطلوب حسب الفلاحين بالنسبة للونسا مصرحات شنينة شنو الباديل ما أعطوناش واحد الباديل اللي احنا خصنا نعرفوه بالله لها الدولات منها أعطونا الباديل ديانو ما كانت واحد الحمالات تحسيسية بالنسبة للونسا للمع الفلاحة ولا مع الجهات المختصة ونطلبوا من الجهات المسؤولات تحاول تشوف من حال الفلاح وتعاون وتعتقل